السلام عليكم وأهلا بكم في قناة تساؤلات في آخر حلقة اللي هي الحلقة الرابعة من رحلتنا في كتاب حضارة العرب لجوستاف لبون كنت ذكرت إن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هيدبح ابنه إسحاق مش إسماعيل وده خلى بعض الأصدقاء يسألوني ليه أنا قلت إسحاق مش إسماعيل الحقيقة أنا جاوبت عليهم بنقطتين لو عايزين تعرفوا إيه هم النقطتين خلوكوا معنا لآخر الحلقة ويلا بينا قبل بقول لكم إيه هم النقطتين اللي جاوبت بيهم على سؤال أصدقائي عايز الأول أقول إن السؤال ده ما كانش غريب علي أو ما كانش مفاجأة ليه لأن الحقيقة بعد عمر طويل اكتشفت إن إحنا كنا يعني مش عايز أقول كلام تقيل لكن كنا بنتعرض لجزء واحد من الرواية يعني في المدرسة وفي البيت وفي الجامعة وفي حلقة تحفيز القرآن معظم الوقت إن ما كانش كل الوقت بيتقلنا جزء واحد من الرواية اللي هو الجزء اللي عايزيننا نعرفه أو الجزء حتى يعني خلينا إحنا نيتنا أحسن منهم الجزء اللي هم مصدقين إنه صح وما كانش بيتقلنا خالص إن فيه جزء تاني للرواية أو وجه تاني للرواية وأحيانا وجه تالت ورابع فدايما كنا في خطبة الجمعة بالذات لما يقرب العيد الكبير نسمع إن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام وإن ده من شعائر الحج والأضحية اللي بنتبعها دي فداء لسيدنا إسماعيل وما كانتش خالص سيرة سيدنا إسحاق عليه السلام أنا اكتشفت المعلومة دي متأخر ممكن يكون ناس تانيين عارفينها قبل كده وأفضل مني في البحث يعني لكن مش بس النقطة دي يعني أنت حضرتك لو بحثت في كل اللي إحنا تم حشره في نفخنا وفي أدمغتنا من وإحنا صغيرين هتلاقي إن الصورة مش أبيض واسود زي ما كنا فاكرين لا معظم الروايات معظم الحاجات ليها أكتر من جانب لكن إحنا كنا دايما بناخد جانب واحد بيتم طلقينه لينا وبنستمر عايشين عليه طول حياتنا مثال يعني وإنتوا بحثوا فيه براحتكم تربية الكلاب وهل الكلب نجس فعلا ولو لمسك ما ينفعش تصلي وي 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 ولا فيه أقوال تانية فدوروا وقلوا لي برضو إيه رأيكم وقبل ما أقول لحضرتك الإجابتين عايز أقول لك إن أنا جايب إجابتي في النقطة التانية من كتاب ابن كتير اللي هو من أشهر المفسرين للكرآن الكريم لكن ابن كتير ما عملش زي الناس اللي كانت بتعمل معنا وهنا صغيرين ابن كتير عرض الروايتين وبعدين رجح رواية وقال على الرواية التانية إنها ضعيفة ولا تصح فإيه هما النقطتين اللي أنا جوابت بيهم على سؤال أصدقائي ليه أنا قلت إن سيدنا إبراهيم كان هيدبح ابنه إسحاق مش هيدبح ابنه إسماعيل النقطة الأولى إن ده كلام المؤلف اللي هو جوستاف لبون صاحب كتاب حضارة العرب وأنا بنقل كلامه فمن الأمانة العلمية بتقتضي إن أنا أنقل كلامه زي ما هو مش معنا أنا عندي رأي مخالف للي هو كاتبه فنقوله عشان كده هتلاقييني في أوقات كتير مثلا بذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد زي ما هو كاتبه حتى المؤلف كاتبه كده يعني الكتاب مطبوع زي ما المؤلف كاتبه وكان محمدا مثلا كذا ومحمد كذا لكن لما بتكلم أنا على الثاني بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي محمد أو الرسول او النبي. اه طبعا زي ما احنا اه بنقول او الصح يعني. فدي النقطة الاولى. اما النقطة التانية ليه انا قلت اسحاق وما نوهتش ان ده مسلا خطأ من المؤلف ولا حاجة. لان هو فيه اختلاف اصلا من المؤرخين والمفسرين المسلمين. وتعالوا نشوف مين اللي قال اسحاق ومين اللي قال اسماعيل من كتاب ابن كثير نفسه. فاللي قالوا ان الذبيح هو اسحاق عليه السلام. صوفيان الثوري ابن مسعود. عكرمة ابن عباس. علي ابن ابي طالب. سعيد ابن جبير. مجاهد. والشعبي. عبيد ابن عمير. ابو ميسرة وزيد ابن اسلم. والسدي وقطادة وعطاء ومقاتل. وامر ابن الخطاب. وابن جرير. والحسن ابن النار. كل دول قالوا ان الذبيح هو اسحاق. طيب وما المين اللي قالوا ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام? ابن عمر. سعيد ابن جبير. عامر الشعبي. مجاهد. عطاء. والحسن ابن دينار. وما تستغربش لو لاحظت ان في اسماء مقررة في الفريقين. لان اصلا الفريقين نقلين عن مصدر واحد. وهو ابن عباس. وده اللي قالوا ابن كثير. ان ابن عباس عنده روايتين. رواية بتقول ان الذبيح هو اسحاق عليه السلام. ورواية بتقول ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام. لكن ابن كثير اختروا واحدة ورجحها. انا شلوك ايه هي عشان تدوروا وتقروا. فياريت انتو كمان تدوروا. وتقروا. لان الفرقتين عندهم اسباب منطقية. لانهم يقولوا اسحاق او اسماعيل. وقولولي انتو رأيكم ايه? ومع انه فريق. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والى لقاء.